فكان الحراك وكان الحراك عفويا وكان الحراك بقيادة خيرة شباب الريف معتقدين في أنفسهم أن الحراك سيتمتد عبر كل الوطن ولكن الآن الملاحظة الآن صمت القهور الملاحظة الآن صمت القهور هنا ينتحرون في معتقل عنكاشة يضربون عن الماء والسكر ولكن لا حياة لمن تنادي أين الوجهات أين السخصيات أين الأحزاب أين الهيئات أين النقابات بجلال قدرهم وبقيمتهم وقامتهم لم يستطعوا في على أي شيء هؤلاء يموتون داخل زدران المعتقل ولا أحد يعتني بهم إلا عائلاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر